موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية والبداية بالعنوين السفير السعودي لدى اليمن يقول إن الوديعة السعودية الأخيرة تعتبر جزءا من حزمة دعم اقتصادي لليمن المواطنون يشكون من تزايد حالات اختطاف الأطفال في مناطق سيطرة الحوثي ومصيرهم معسكرات التجنيد القصرية موسيقى الولايات المتحدة الأمريكية تعيد للحكومة اليمنية 77 قطع تناثرية مسروقة وتتفقان على حفظها في متحف بواشنطن موسيقى موسيقى قال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر في تصريحات علامية إن الوديعة جزء من حزمة للدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن وإن الحكومة اليمنية قدمت مشروع للإصلاح المالي والنقدي وإشارة السفير السعودي إلى أنه تم استكمال المرحلة الثانية من توفير مشتقات نفطية لليمن وفيما يتعلق بجهود المجتمع الدولي أكد السفير السعودي أن المملكة أقنعت المجتمع الدولي بالتحول من الإغاثة للتنمية هذا وتم يوم أمس إداع الوديعة السعودية بمبلغ مليار دولار لدى حساب البنك المركزي اليمني تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس السعودي الذي يصادف الثاني والعشرين من فبراير في كل عام المزيد في هذا التقرير المكان وسط منطقة شبه الجزيرة العربية والزمان عام الف وسبعمائة وسبعة وعشرين في هذا المكان وفي هذا التاريخ تأسست الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود الحاكم الثاني من أسرة آل سعود والذي حكم خلفا لوالده السعود الأول خرجت البلاد من جلباب القبلية والمناطقية ودخلت رسميا في نطاق الدولة الوطنية متخذة من الدرعية عاصمة لها ونظرا لقدسية هذه الذكرى أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الثاني والعشرين من فبراير ذكرى ليوم التأسيس ذي صبغة رسمية على عموم تراب الدولة مكانة المملكة العربية السعودية في العالمين الإسلامي والعربي ونظرا لما تتمتع به من قدرات اقتصادية كبيرة جعلتها تلعب دورا محوريا يقتضي نظرة تنموية شاملة وهذا ما جسدته رؤية العشرين ثلاثين حيث استطاعت السعودية في فترة وجيزة أن تتصدر الاقتصادات الكبرى في العالم حسب إحصائيات المؤسسات الدولية فقد حصلت على المركز الأول في أكثر الدول تقدما في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين وتجاوزت نسبة مشاركة المرأة ستة وثلاثين في المائة كما تم إصدار ألفين ومائتين وثمانية وسبعين رخصة أجنبية في مؤشر على الانفتاح الاقتصادي وفي جانب الميزانيات والسياسات المالية فقد تم تحقيق فائض لعام الفين واثنين وعشرين بقيمة أكثر من مئة مليار ريال وعلى مستوى بناء أسواق المال والأعمال فقد أشادت منظمة صندوق النقد الدولي بالجهود الكبيرة التي كانت وراء النجاح والتقدم الكبيرين في مستوى التقدم والدقة في الدراسات والاستراتيجيات وخطط التنمية والتي كرستها الدولة في السنوات الأخيرة وشملت النهضة المجال العسكرية والأمني كما شهدت تطورا كبيرا في جانب الخدمة الاجتماعية والبنى التحتية هذه المكانة وهذا الدور الاستراتيجي جعل من المملكة حليفا وشقيقا لليمن البلد العربي الجار الذي تربطه بها علاقات التاريخ والجغرافيا بكل أبعادها وهو ما ترجمته الوقفات التاريخية للمملكة مع الشقيق اليمني وكانت وقفتها التاريخية معه في محنته الأخيرة بعد الانقلاب الحوثي خير دليل وأكبر شاهد حيث تنتشر مؤسساتها الخيرية في ربوعه مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي يمول مشروع مسام لنزع الألغام ومشروع إعمار اليمن وغيره كما تقدم المملكة دورا مهما في تحقيق السلام حيث رعت الكثير من المبادرات والمؤتمرات تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين وقدمت المملكة الدعم العسكري والمالي من خلال الودائع ورفض المؤسسات المصرفية في اليمن قدمت الكتلة البرلمانية الحضرامية شكرها وتقديرها لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بعد توقيع على ثلاثة مشاريع استراتيجية لمحافظة حضراموت وأشهدت الكتلة البرلمانية الحضرامية في بيان لها بجهود محافظة المحافظة للسادة موقود برماضي ومتابعة قضايا حضراموت المختلفة وإيجاد الحلول والمعالجات رغم شح الموارد وطالبة الكتلة الحضرامية مجلس القيد الرئاسي والحكومة بمباركة مثل هذه المشاريع الاستراتيجية ودعمها التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مغين عبد الملك رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه للاطلاع على الجهود التي تقوم بها الهيئة لتنفيذ المهام المناطة بها لمساندة مجلس القيد الرئاسي وتحدث رئيس الوزراء عن الدور المهم المتوقع من هيئة التشاور المصالحة في التوحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة لالتفاف حول هدف استعادة الدولة مشيرا إلى أن التضامن وتوحيد المواقف وحدة الصف الوطني بين جميع القوى السياسية والمجتمعية هي السبيل الوحيد لتجاوز كافة الأخطار يشكو المواطنون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من تزايد حالات اختطاف الأطفال الذي ينتهي بهم المطاف في معسكرات التجنيد القسرية قبل زج بهم إلى جبهات الموت خطف الأطفال ظاهرة مرعبة تنتشر بشكل متزايد في مناطق سيطرات الميليشيات الحوثية وذكرت مصادر محلية أن طفلا يدعى محمد طارش هايل يبلغ من العمر 14 عاما اختفى أثناء خروجه من منزل أسرته الواقع في قرية السواد جوار مقبرة الشهداء وسط العاصمة المختطفة صنعاء ونقلت المصادر عن أسرة الطفل تأكيدها أن عملية الاختفاء مرتبطة بجريمة اختطاف دون أن تشير إلى الجاني خصوصا في ظل تضاعف جرائم اختطاف الأطفال من قبل الميليشيات الحوثية لغسل أدمغتهم قبل زج بهم في جبهات القتال وتأتي واقعة اختفاء الطفل محمد ضمن سلسلة من جرائم اختطاف الأطفال نفذتها الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها وغالبا ما ينتهي بهم المطاف بمعسكرات التجنيد القصرية قبل الزج بهم إلى جبهات الموت دون معرفة أسرهم إلا بعد عودتهم جثثا هامدة وخلال الأسابيع الماضية نفذت عناصر تابعة لميليشيات الحوثي عملية اختطاف طفل من وسط خط المطار بأمانة العاصمة في إطار انتهاكاتها المتوصلة لحقوق الإنسان وتتهم العديد من المصادر الحقوقية ميليشيات الحوثي بأنها ما تزال تنتهج أساليب إرهابية وتمارس أبشع التعصفات بحق أطفال اليمن وتحرمهم من الخدمات التي كفلتها القوانين والمبادئ الدولية بالإضافة إلى ملاحقة واختطاف أعداد منهم وإيداعهم السجون والزج بآخرين منهم في جبهات القتال حصلت الحكومة على التزام واضح من المنظمات الأممية والدوليات العاملة في قطاع التعليم بعدم تمويل طباعة الميليشيات الحوثية التي عدتها الميليشيات الحوثية التفاصيل في هذا التقرير سعيا منها للحد من انتشار الطائفية في المناهج الدراسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية عقدت دائرة المنظمات الدولية في مكتب الرئاسة اليمنية ومسؤولين في الوزارات المعنية عدة اجتماعات مع المنظمات الأممية والإغاثية العاملة ضمن قطاع التعليم وحصلت الحكومة اليمنية على التزام واضح من المنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع التعليم بعدم تمويل طباعة المناهج الطائفية التي أعدتها الميليشيات الحوثية كما كان قد أشيع في السابق وبحسب مصادر بمجلس القيادة الرئاسي تم إبلاغ المنظمات الدولية بأن الجانب الحكومي لن يسمح بأي دعم أو توميل لطباعة المناهج الطائفية وإنه لن يعترض إذا تمت طباعة المناهج الدراسية التي كانت قائمة قبل الإنقلاب في عام 2014 الجانب الحكومي والمشاركين في تلك الاجتماعات نبه المنظمات الدولية إلى خطورة ما تقوم به ميليشيات الحوثي من عبث في المناهج الدراسية وتعبئة الأطفال بأفكار متطرفة وتحريضهم على العنف والالتحاق بجبهات القتال وهما قبلته المنظمات بالتزام يمنع الميليشيات من الإقدام على مثل هذه الخطوة الاجتماعات الحكومية مع المنظمات الأممية بحثت كذلك تمويل طباعة الكتاب المدرسي للعام القادم وطلبت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية مساهمة المانحين في تمويل طباعة الكتاب المدرسي بسبب شح الموارد المالية للدولة في ظل حرب الانقلاب هذا وقدم ممثل وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية طبقا للمصادر خطة لطباعة الكتاب المدرسي للعام القادم حيث بلغ الاحتياج الفعلي ما يقارب من 28 مليون كتاب وبكلفة تقترب من 33 مليار ريال في مناطق سيطرة الحكومة على أن تباع النسخة بأكل ثمن يناسب الطالب وقد وعلت المنظمات المشاركة في اللقاء بالبحث عن تمويل لتغطية هذا الاحتياج عادت الولايات المتحدة 77 قطعة أثرية منهوبة إلى عهدة السلطات اليمنية وسيتم الاحتفاظ بالكنوز الأثرية مؤقتا في متحف في واشنطن بموجب اتفاق مع الحكومة شهد اليمن حروبا تعرضت فيها أثارها ومعالمها للتدمير والنهب والتهريب وزاد تعرضها لمثل هذه الأعمال في حرب 2015 بسبب تحويل الميليشيات الحوثية للبلاد إلى مرتع لممارسة فسادها السفرة الأمريكية بدورها فدت بأنها أعادت 77 قطعة أثرية منهوبة إلى عهدة السلطات اليمنية وتم الاتفاق على الاحتفاظ بها لمدة عامين قابلين للتجديد في متحف في واشنطن ووثقا لبيان صدر عن المدعي العام الفيدرالي في نيويورك بريون بيسن القطع الأثرية هي أربعة وستون رأسا حجريا منحوطا وإحدى عشرة صفحة مخطوطة من المصحف ووعاء منقوش من البرونز وشهيدة جنائزية من ثقافات معين أو المعينيين القبلية في مرتفعات شمال غرب اليمن ويرجع تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد وبحسب بيان المدعي العام فإن الرؤوس الحجرية المنحوطة والبالغي عددها أربعة وستين رأسا صدرت في الولايات المتحدة في إطار اتفاقية إقرار بالذنب أبرمها مع القضاء الأمريكي في 2012 مهرب أثر يدعى موسى خولي ويعرف أيضا باسم موريس خولي الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في ولايات نيويورك نفذت خلال السنوات الماضية حملة واسعة لاستعادة أثر نهبت من أنحاء العالم وحطت رحلها في متاحف المدينة ومعارضها الولايات المتحدة بجهد كبير أعادت سبعمائة قطعة أثرية لأربع عشرة دولة في عامي 2020 و2021 من بينها مصر والعراق واليونان وإيطاليا وكامبوديا والهند وباكستان النشر متواصلة وفيها بعض فاصل قصير معرض فني في جامعة خضرموت بمناسبة الذكرى الثلاثي لتأسيسها دعا قطاع الحج والعمر بوزارة الأوقاف والإرشاد المشاءة الراغبة بالمشاركة في تفويج الحجاج التقدم للقطاع لسحب ملف شروط القبول المتضمن لمتطلبات الاعتماد وشروط المنافسة وضحت الوزارة في بيان صحفي أنها ستستقبل الطلبات لسحب ملف الشروط في مقر قطاع الحج والعمر بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن حتى الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحج أعمال اللقاء التشاوري الأول لمنظمات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة هدف اللقاء إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الإنساني بمحافظة الحج ومد جسور التواصل بين كل من السلطات المحلية ومدرياتها والجهات المعنية والمنظمات الداعمة أو بين منظمات المجتمع المدني بما يلبي طموحات المحافظة من المشروعات الحيوية في الجوانب التنموية والخدمية والإغاثية نظمت كلية البنات بجامعة حضرموت فعالية بعنوان معا لأجلها ويضم معرضا للصور وطبقا خيريا وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس جامعة حضرموت واسبوع الطالب الجامعي التفاصيل في هذا التقرير معا لأجلها معرض للرسومات والصور نظمته مؤسسة الأمل بالشراكة مع كلية البنات بجامعة حضرموت ثلاثون لوحة فنية تشكيلية تضمنها هذا المعرض بهدف مناصرة قضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها إبداعات الطالبات إبداعات عالية جدا نحن تعودنا هذه كثيرا من طالباتنا طالباتنا في كلية البنات لهن مهارات إبداعية كبيرة جدا سواء كان في مجال الأعمال الفنية التشكيلية في مجال الأعمال المنزلية كالخياطة وإعداد الأغذية والمحافظة عليها والكلية توفر لهن الفرص المناسبة للتدرب على هذه الأشياء بتجد كثير من اللوحات متواجدة داخل الكلية فيها تعبير سواء كان مجازي تعبير سواء كان إيجابي وهكذا وبالتالي جاءت هذه الفعالية فقط لا غير من أجل أن يكون هناك صوت للمرأة سواء كان داخل حضرموت أو داخل اليمن جمعنا على هامش المعرض التشكيلي هنا أطباق متنوعة تحوي ما لد وطاب من المأكولات الشهية صانعتها الأياد الناعمة من طالبات كلية البنات ضمن أنشطة أسبوع الطالب الجامعي معنا كمان الطالبة المنتجة هذا الطالب المنتجة عبارة عن مجموعة من الأطباق المتنوعة اللي طبعاً اللي قاموا بها طالبات كلية البنات بالخمس الأجسام العلمية طبعاً هذه نحن تقريباً كل سنة نسوي مثل هذه الفعاليات اللي طبعاً نحن من خلال هذا الطالب المنتج أو الطالبة المنتجة ممكن يكون دعم للطالبة في ظل ظروف الاقتصادية الصعبة كان في ظلم للمرأة أما الآن الحمد لله في تطور أن المرأة لها مكانتها في المجتمع مكانتها من حقها في التعليم من حقها أن تطور نفسها من حقها تدخل في المجتمع تشارك الرجل في أعمال كثيرة منها ستتوظيف منها كزوج ككل شيء هذه الفعاليات تأتي أيضاً بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس جامعة حضر موت كلية البنات تصدرت المشهد ورسمت قصص نجاح خلال المسيرة الأكاديمية للجامعة لقناة الغد المشرق محسن بالبحيث المكلة أما الآن نذهب إلى أخبار غياضة قد البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه انتر الإيطالي إلى فوز متأخر على ضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون مقابل في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دور أبطال أوروبا لكرة القدم ورغم الفرص الكثيرة من الطرفين وخصوصاً من جانب بورتو انتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة السادسة والثمانين لافتتاح التزيل عبر البديل لوكاكو ليمنح فريقه الأسبقية قبل مواجهة الإياب في الرابع من شهر مارس المقبل في بورتو نهاية النشر وهذا تذكير بأبرز العنوين السفير السعودي لدى اليمن يقول إن الوديع السعودي الأخير تعتبر جزءاً من حزمة دعم اقتصادي لليمن المواطنون يشكون من تزايد حالات اختطاف الأطفال في مناطق سيطرة الحوثي ومصيرهم معسكرات التجنيد القسرية والولايات المتحدة الأمريكية تعيد للحكومة اليمنية 77 قطعة ناثرية مسروقة وتتفقان على حفظها في متحف بواشنطن المتابعاتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوية والمزيد من الأخبار تابع منصتنا الظاهر أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة